نشرت صحيفة روسية تدعى نيزاف في سيمايا تقريراً تحدثت فيه عن الزيارة التي أجراها الوفد الحكومي الأمريكي بقالة مساعد وزير الخارجي الأمريكي لشؤوني جنوبي ووسط آسيا دونالدلو إلى كل من قرغيزستان وأسبكستان قالت صحيفة في تقريرها إنه في خضم الجولة التي ستستمر إلى حد السابع والعشرين من الشهر الجاري يعتزم الوفد الأمريكي زرت كل من كازكستان وتشكستان أيضاً بهدف توطيد العلاقات الأمريكية مع المنطقة وتعزيز الجهود المشتركة لخلق بيئة آمنة وذكرت صحيفة أن ولاية المتحدة تسعى لمنع الدول آسيا الوسطى من مساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وإقناعها بالاستفاف إلى جانبها وتعتبر هذه الزيارة الثالثة من نوعها التي يؤديها وفد أمريكي رفيع المستوي لدول آسيا الوسطى خلال الفترة الأخيرة وزارت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرى زياء زارت آسيا الوسطى في نسان أبريل من العام الجاري بغاية توقيع اتفاقية تعاون جديدة لتحل محل الاتفاقية الموقعة في عام 2015 ترجمة نانسي قنقر